رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون عاين بعد ذلك متحف الحضارة الإسلامية بطابق الثالث والعشرين لمنارة جامع الجزائر وتوقف سيد الرئيس رفقة عميد جامع الجزائر ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير السكن والعمران والمدينة توقف عند مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يروي محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر ويضم كتبا ومرسلات وأغراض شخصية لعلماء وأعلام الجزائر في مختلف المراحل التاريخية بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم خططها علماء الجزائر بالإضافة أيضا إلى فضاءات للحضارة العمرانية ببلادنا